الرجعة رجعتان هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى حديثي هنا في هذا البرنامج عن الرجعة الصغرى لأنني أتحدث في أجواء اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى بانوراما الظهور المهدوي عنوان برنامجنا إنه اليوم الأول من أيام الله فحينما أتحدث عن الرجعة إنني أتحدث عن الرجعة الصغرى التي هي شأن من شؤون مرحلة الظهور أما الرجعة الكبرى فإنها اليوم الثاني إذا أردت أن أتحدث عنها لابد أن أفتح بانوراما جديدة للرجعة الكبرى لابد أن تعرف هناك فارق كبير بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى وما هو مذكور في الكتاب الكريم وفي نصوص الأدعية والزيارات وفي أحاديث أهل البيت في الأعم الأغلب يتحدثون عن الرجعة الكبرى لأن الرجعة الصغرى شأن من شؤون يوم القائم أقرب لكم الأمر بمثال حسي والأمثلة الحسية في المطالب العقائدية والموضوعات الغيبية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الضرورة هي التي تحملني على ذلك لأجل بيان المطلب الفارق بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى كالفارق بين سفينة قديمة وسفينة حديثة السفن القديمة كانوا يصنعونها كالصندوق ولذا حينما تثقب أو يحصل فيها عيب في جدرانها سيسبب ذلك غرقها بينما الصناعة الحديثة للسفن فإن السفن تصنع على هيئة جيوب وطبقات متداخلة الرجعة الرجعة الصغرى كالسفينة القديمة القديمة والرجعة الكبرى كالسفينة الحديثة الرجعة الكبرى عوالم متعددة طبقات متداخلة فيمكن في وقت واحد أن المعصومين الأربعة عشر موجودون جميعا ولكن ضمن هذه العوالم العوالم المتداخلة وهذا المعنى يتركز في الروايات والأحاديث في شأن أمير المؤمنين فهو صاحب الكرات وصاحب الأوبات العجيبات وهو دولة الدول الدول هي المقاطع الزمانية في مرحلة الرجعة العظيمة لكنها تتحرك حول مركزها الذي هو علي إنه صاحب الكرات لكنه بظهور جديد مثل ما يقول سيد الأوصياء كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا صلى الله عليهما وآلهما لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فإن موضوع الرجعة الكبرى موضوع موضوع عميق جدا وواسع جدا أتمنى أن أجد فرصة مناسبة كي أفتح بين أيديكم وفي خدمتكم بانوراما الرجعة الرجعة ومع بتفسيرهم هذه هي بيعة الغدير إذن هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى هذا النظام الصغروي والكبروي هذا النظام صحيح لم ترد هذه المصطلحات في نصوص الكتاب أو في أحاديث العترة لكن المضمون واضح هذا المضمون الصغروي والكبروي مضمون مبثوث ما بين الآيات والروايات والأدعية والزيارات حينما نتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله هناك بعثة صغرى وهناك بعثة كبرى البعثة الصغرى هي التي حدثت وسأبين لكم ذلك والبعثة الكبرى هي التي ستكون في آخر عصر الرجعة العظيمة البعثة الصغرى هي مرحلة التنزيل حتى مرحلة التنزيل نفسها تنقسم إلى مرحلتين صغرى وكبرى فحينما كان النبي في مكة هذه هي المرحلة الصغرى في عصر التنزيل حينما انتقل إلى المدينة فهذه هي المرحلة الكبرى في عصر التنزيل حيث تحققت الهجرة وتحقق الجهاد في سبيل الله وتحققت الانتصارات ونزل القرآن في أكبر صوره وأعظم صوره ونزل القرآن في أكبر صوره وأعظم صوره في المدينة وكان التشريع في المدينة وكان وكان إلى أن وصلنا إلى تاج مرحلة التنزيل إنها بيعة الغدير حيث طويت مرحلة التنزيل وجاءت مرحلة التأويل ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي ستقاتلهم على التأويل إنها مرحلة وما هو بعلم العلم سيكون جزءا من هذه المرحلة فإن الدين انتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل مثلما مرحلة التنزيل الكبرى في المدينة نسخت مرحلة التنزيل الصغرى في مكة فالإسلام في المدينة نسخ الإسلام الذي كان في مكة إلى أن وصلنا إلى مرحلة التأويل ستقاتلهم يا علي على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل التنزيل مرحلة النبي صلى الله عليه وآله لم يقاتل المشركين على علم التنزيل حينما يقول لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل فإن النبي لم يقاتل المشركين على علم التنزيل لم يقاتل المشركين على القرآن حينما قاتلهم على منظومة الدين بكل تفاصيلها فالتنزيل يأتي بمعنى القرآن ويأتي بمعنى علم التنزيل لكن النبي في حديثه هذا لا يقصد هذه المعاني وإنما يقصد أن التنزيل هو الدين بكله إنها مرحلة التنزيل والتي كانت على مرحلتين الصغرى والكبرى الصغرى في مكة والكبرى في المدينة هذه هي البعثة الصغرى البعثة الكبرى ستأتي في آخر عصر الرجعة العظيم إذن هناك بعثة صغرى وبعثة كبرى وهناك مرحلة تنزيل صغرى ومرحلة تنزيل كبرى وهناك هجرة صغرى وهي الهجرة التي قادها جعفر الطيار صلوات الله عليه إلى الحبشة والهجرة الكبرى هي الهجرة التي قادها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة فهناك إذن بعثة صغرى وبعثة كبرى وهناك مرحلة تنزيل صغرى في مكة ومرحلة تنزيل كبرى في المدينة وهناك هجرة صغرى كان النبي في مكة وهاجر المسلمون إلى الحبشة أما الهجرة الكبرى فهي هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهناك الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وهناك الرجعة الصغرى من شؤون مرحلة الظهور والرجعة الكبرى هي اليوم الثاني من أيام الله وأنا لا أتحدث عنها في هذا البرنامج سأترك الحديث عنها إلى الوقت الذي سأكون فيه موفقاً لفتح بانوراما الرجعة العظيمة وهناك قيامة صغرى وقيامة كبرى القيامة الصغرى هي الرجعة هي الرجعة العظيمة اليوم الثاني من أيام الله وأما القيامة الكبرى فهي اليوم الثالث فأيام الله ثلاثة يوم القائم يكون مقدمة للرجعة ويوم الرجعة يكون مقدمة للقيامة الكبرى لكن الرجعة العظيمة ستكون قيامة صغرى إذن عندنا بعثة صغرى وبعثة كبرى وعندنا مرحلة تنزيل صغرى ومرحلة تنزيل كبرى وعندنا هجرة صغرى وهجرة كبرى وعندنا غيبة صغرى وغيبة كبرى وعندنا رجعة صغرى ورجعة كبرى وعندنا قيامة صغرى وهي الرجعة العظيمة اليوم الثاني وعندنا قيامة كبرى إنه اليوم الثالث من أيام الله فهذا النظم وهذا النسق بين ما هو صغروي وما هو كبروي مبثوث في مضامين آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم فقط ألا لعنة على تفاسير السقيفتين اللعينتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي هذه المضامين مبثوثة في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديثهم ورواياتهم وخطبهم وكلماتهم القصيرة وفي أدعيتهم وزياراتهم وأورادهم وأذكارهم لقد وضعوا هذه الحقائق جلية بين أيدينا وقال لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر أمير المؤمنين وضعنا على المنهج القوي فإن العلم لا يكون علما من دون تفهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم فهذا الذي يقال له عالم وهو لا يملك التفهم ولا التفهيم هذا لا خير فيه لأنه لا خير في علمه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر حديثنا إذن عن الرجعة في هذا البرنامج عن الرجعة الصغرى وإذا ما تحدثت عن الرجعة الكبرى لأنني سأكون مضطراً أن أشير إليها لتوضيح المطالب فهناك ارتباط ما بين الرجعتين سأكون مضطراً للحديث ولو بنحو مقتضب عن الرجعة الكبرى لكي تتشخص وتتميز عندكم الرجعة الصغرى التي هي غاية من الحديث في هذه الحلقات السؤال الذي يطرح نفسه هنا الرجعة لماذا؟ لماذا الرجعة؟ لماذا الرجعة؟ سؤال غريب هذا هو نظام الله لماذا لا تطرح سؤالاً بخصوص أيام الأسبوع لماذا لا تقولون أيام الأسبوع سبعة لماذا؟ أيام الشهر ثلاثون لماذا؟ لماذا لا تقولون هذا؟ أيام الله ثلاثة هذا هو نظام الله نظامه في كونه وفي شرعه ولكنني سأجيب سأجيب لكن القضية لا تحتاج إلى كثير من الجدل هذا هو نظام الله أيام الله ثلاثة منظومة عقيدتنا في المعادي تبتني على اعتقادنا بأيام الله إنه يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى هذه هي عقيدة المعادي في دين العترة الطاهرة وليس في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوسي لأن سقيفة بني طوسي على دينهم الطوسي على مذهبهم الطوسي الذي أسسه طوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ومر الكلام في كل هذه التفاصيل الرجعة الصغرى لا أستطيع أن أجعل سبباً واحداً لتحقق الرجعة أتحدث عن الرجعة الصغرى لكنني يمكنني أن أشير إلى الحكمة الأهم في تحقق نظام الرجعة الصغرى في مرحلة الظهور إنها المحاكمة المهدوية العالمية المحاكمة المهدوية العالمية هي الأساس الأول في كشف الحقائق وبيان الحجج ولا يمكن أن تتحقق المحاكمة العالمية المهدوية في أسمى صورها وفي أوضح حالاتها إلا عبر منظومة الرجعة لابد من رجعة للأموات وستكون الرجعة للأموات في طبقات هناك من يكون راجعا كي يكون جزءا من المحاكمة المهدوية العالمية وبعد ذلك تنطوي صفحته كحال الأول والثاني فإن نبش قبريهما وما يترتب على ذلك من التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة هو جزء من الرجعة الصغرى ولكنه بمستوى من المستويات سيكونون جزءا من المحاكمة المهدوية العالمية وبعد ذلك تنطوي صفحتهم وهناك الذين محضوا الإيمان وهناك الذين محضوا الكفر وهؤلاء ستطول أيامهم موضوع الرجعة موضوع معقد لكن السبب الأهم لتحقق الرجعة الصغرى في مرحلة الظهور هو المحاكمة المهدوية العالمية أقرأ عليكم شيئا بهذا الخصوص إنني أقرأ من كتاب مختصر البصائر والكتاب في أصله لسعد الأشعري القموي من أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليه والذي اختصره هو الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين بعد الأربعمائة هذا الكلام من حديث طويل نقله لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه لقطة من المحاكمة العالمية المهدوية ثم يأمر بإنزالهما إمام زماننا يأمر بإنزال أبي بكر وعمر عن الشجرة ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه فيحييهما بإذن الله تعالى هذه رجعة لهما ويأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور أبو بكر وعمر لم يكون في كل كور ودور قد يقول قائل من أن حديث الأكوار والأدوار هو من حديث الفرق الباطنية إذا كنا نعتقد بالتناسخ في الأرواح لكننا لا نعتقد بذلك لأن الاعتقاد بالتناسخ في الأرواح حكمه الكفر في دين العترة الطاهرة فهو ناقض لمنظومة عقيدة دين العترة الطاهرة الفرق الباطنية تقول بالتناسخ وتقول بالتماسخ وتقول بالتفاسخ وتقول بالتراسخ ويقولون ما يقولون ألا لعنة الله عليه ما علاقتنا به هذه عقائد النصيريين وعقائد الخطابيين وعقائد السبائيين من فرق الضلال يعتقدون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ وكل عنوان له دلالته أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الموضوعات إلا أن المراد من الأكوار والأدوار هنا إنها الأكوار والأدوار التي مرت بها البشرية الأزمنة الماضية ما علاقة أبي بكر وعمر بالأكوار والأدوار مثل ما بيّنت لكم أبو بكر وعمر من حيث هما لا قيمة لهما في هذه المضامين لكن الرجلين قام قام بإنتاج الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي وبيّنت لكم من أن الجزء الأخير من العلة يمثل العلة بكاملها من هنا فإن جميع السيئات التي ارتكبت في تاريخ البشرية عبر البرنامج الإبليسي سيكون هذان الرجلان مسؤولين عنها لهما صلة بها من هذه الجهة مثل ما عندنا من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأنه كان علة كاملة لهذه السنة السيئة فحينما كان علة كاملة سيكون مسؤولا عن الآثار المترتبة على ما أنتجته تلك العلة هذه هي سنن الله هذا هو نظام الله في الكون وفي التشريع أيضا فإن التشريع ما هو إلا إنعكاس عن التكوين ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى عيسى لم يصلب لكن المراد من صلب عيسى من صلب الذي كان شبيها لعيسى إلا أن نيتهم نية اليهود كانت أن يقتلوا عيسى ولذا هم يقولون بأننا قتلناه فهم قاتلون لعيسى في النية اليهود قتلت عيسى في نيتهم حتى يقص عليهم قتل هابيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم الذي جمع الحطبة لإحراق إبراهيم هو النمروت وطرح يوسف وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى وعذاب جرجيس ودانيال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لإحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوت ورفس بطنها وإسقاطها محسنا وسمى الحسن وقتل الحسين وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسبية ذرار رسول الله صلى الله عليه وآله وإراقة دماء آل محمد وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما ماذا نقرأ في أحاديثنا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثلاث إنه قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعن الله ابن الخطاب إنه يتحدث عن عمر لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زن إلا شقي أو شقي لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زن إلا شقي أو شقي ما قام به من تحريم الزواج المؤقت والذي جر الويلات الأخلاقية والاجتماعية عبر القرون وإلى هذه اللحظة وإلى زمن الظهور الشريف وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما وكل رين وخبث وفاحشة وإثم وظلم وجور وغشم هو الظلم منذ عهد آدم إلى وقت قيام قائمنا كل ذلك كل ذلك كل ذلك يعدده عليهم ويلزمه ما إياه فيعترفان به هذا جزء من لقطة جانبية من مقطع عرضي من برنامج طويل ومعقد سوف يطبق في المحاكمة العالمية المهدوية لكشف الحقائق لتوضيح الزيف ماذا فعلت البشرية في حربها مع الله البشرية كانت ظالمة لله وكانت ظالمة لأولياء الله وكانت ظالمة لدين الله وكانت ظالمة للحق وظالمة للحقيقة البشرية عبر تأريخها مع الزيف مع الباطل ترقص للأكاذيب تحارب الصدق والقول الواضح وتحت يافطات دينية وبقيادة رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم إنه دين رجال الدين لا علاقة له بدين الأنبياء والأوصياء اليهود دينهم دين الأحبار والحاخامات والمسيحيون دينهم دين البابوات والقساوسة والسنة دينهم دين صحابة والتابعين وشيعة وشيعة دينهم دين المراجع وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يفقهون من الإسلام شيئا وما هم من المسلمين أصلا بحسب موازين دين العترة الطاهرة الرجعة الصغرى هذه الحكمة من تحققها هذه الحكمة من تفعيلها لأن المشروع المهدوي الأعظم لا يمكن أن يتحرك بشكل صحيح في هذا العالم من دون أن تنكشف الحقائق من دون أن تكشف حقائق الدين من دون أن تكشف حقائق التأريخ من دون أن تكشف حقائق الناس من الرجال والنساء الذين الذين أجرموا بحق الله وحق آل الله لا بد أن تكشف هذه الحقائق ولا بد أن تكون بطريقة يقينية قطعية لا مجال للشك فيها من قبل أي أحد وهنا لا بد من تقنيات متطورة ومن هذه التقنيات المتطورة أن يعود الموت بأنفسهم أن يعود الموت بأنفسهم وأن يتحدث بأنفسهم وأن يؤتى بكل التفاصيل من داتا الكون من ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة عملية البث تكون من ذلك الكتاب في هذه المحاكمة العالمية المهدوية فإن الرجعة ستكون ضرورية وضرورية جدا 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 وإلا كيف ستتحقق المحاكمة المهدوية العالمية كيف ستتحقق هذه المحاكمة بالمواصفات والقياسات التي أشرت إليها قبل قليل إذن لا بد من رجعة تكون مناسبة لمرحلة الظهور وهذه هي الرجعة الصغرى هناك شؤون أخرى ترتبط بالرجعة الصغرى هذا ما سأحدثكم عنه في طوايا هذه الحلقة لكن الحكمة الأساس تنحصر في هذا البيان الذي وضحته لكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر